بيبدأ الفيلم بواحدة بتجري جوا غابة وهي خايفة جدا وبيكون فيه أثار دم على هدومها ولما بتطلع للطريق الرئيسي بتشاور الأول العربية بتشوفها على الطريق ولما العربية بتقف وبتشوف اللي فيها بتفضل تصرخ فبيتضرب عليها نار وبتقع على الأرض وبعد كده بينزل واحد من العربية وبعدها بيدربها بالفاس وبيقطع جسمها وبعد كده بنشوف لوكس وبنته كيسي ومراته سارة وهم في العربية وبعدها بيروحوا يكلوا في مطعم على الطريق وبتتعامل كيسي مع الويتر بطريقة واقحة ولما سارة بتقول لها إن ما كانش المفروض تتكلم معي بالطريقة دي بتعرفها إنه مش من حقها تقول لها تعمل إيه وما تعملش إيه وقبل ما يوصلوا للبلدة اللي كان لوكس عيش فيها وهو صغير بتبعت كيسي رسالة لصحبتها بتقول لها فيها إن يديها تبقى أسوأ أجازة في حياتها ولما بيوصلوا للبيت بتعرض سارة على كيسي إنها تساعدها في نقل حاجتها للبيت لكنها بترفض وبتعرفها إنها مش عايزة أي مساعدة منها وفي نفس اليوم بالليل بيحضر الأب بالأكل وبعدها بيتعشه ووقتها كيسي بتكلم سارة بحدة فباباها بيتنرفز عليها فبتخرج من البيت وبتاخد عربيته وبتمشي ولما بيحاول لوكس يتصل بنقيب الشرطة علشان يرجعها للبيت بتطلب سارة منه يسيبها براحتها وبعدها بتروح كيسي الحانة ولما واحد هناك بيضايقها بتوريله السكينة اللي معاها علشان يبعد عنها وفي نفس الوقت تيكر اللي بيكون صهران هناك مع حبيبته آنا بيطلب منه يبعد عنها فبيسيبها ويمشي وبعدها بتروح كيسي تقعد مع آنا وتيكر وبتشكره لأنه ساعدها ولما بيعرفوا إنها من المدينة بيستغربوا وبتفهمها آنا إن دي أول مرة حد ييجي من المدينة للبلدة بتاعتهم فبتعرفهم إنها جاي علشان تقضي أجهزة الصيف مع باباها ومراته وبعدها بتسألهم إزاي ممكن يتسلوا في البلدة دي لما كانت في ديترويت كانت هي وصحابها بيتسلوا بأنهم يروحوا للمستشفيات والمصانع القديمة والمهجورة ولما بتسألهم عن الأماكن اللي ممكن يروحوا لها في البلدة آنا بتقول لها إنها ممكن تروح لبيت ماكنالي ووقتها بيبان التوتر على تيكر فبتعتذر آنا على اللقلته لكن كيسي بتطلم منهم يحكوا لها عن بيت ماكنالي فبتعرفها آنا إنه بيت مخيف موجود عند أطراف البلدة وبتملكوا عيلة ماكنالي من 100 سنة وما حدش غير ولاد وأحفاد العيلة عايش في البيت ده من يوم ما جدهم الكبير بناه وهنا تيكر بيعرفها إن أهل البلدة مش بيحبوا يجيبوا سيرة البيت ده أبدا وبيقول لها إن ما فيش حد عايش فيه غير كلت وأخته ماي ونادرا لما حد بيشوفهم برا البيت وهنا بتسألهم كيسي عن عنوان البيت فبيرفضوا يعرفوها فبتقول لهم إنها هتعرف لوحدها ووقتها آنا بتقول لها إنهم مش هيسيبوها تروح لوحدها وبعدها تيكر بيوري لها صور لبنات كتير متعلقة في الحانة وبيعرفها إن كل دول مفقودين وبيفهمها إن فيه اتفاق ضمني ما بين أهل البلدة إن آل ماكنالي هما اللي خطفوهم لكن محدش فيهم بيتحرك أو يعمل حاجة وفي الوقت ده بتكون كيسي خادت قرارها إنها تروح تشوف بيت آل ماكنلي ولما بتخرج من الحانة بيخرج هما الاتنين معايها وبيروحوا بعربية كيسي للبيت ولما بيوصلوا بيعرفوها إنها كفاية إنها شافت البيت من بعيد وبيطلبوا منها يمشوا لكنها بتنزل من العربية ووقتها هما الاتنين بينزلوا وراها ولما ما بتقدرش تشوف حاجة من برة بتفتح الشباك وبتدخل للبيت فبيدخلوا هما الاتنين وراها ولما بيدخلوا للبيت بيلاقوا جواب بنكي لدانا ماكنلي جدتهم ووقتها تيكر بيقولهم إن الجدة ميتة من فترة كبيرة جدا وبيفضلوا بعدها يتفرجوا على البيت وبعدها بتنزل كيسي للقبو فبينزلوا وراها وبتكون ريحة القبو وحشة جدا وبعدها بيكتشفوا وجود كاميرات فيديو ولما كيسي بتشغلها بيشوفوا عليها فيديو لآخر بنت اختفت في البلدة وبتكون إيديها الاتنين متكلبشة وكليت ومي بيعذبوها وبيكتشفوا وجود عدد كبير من الشرايط للضحايا اللي هما خطفوهم وهنا بيسمعوا صوت كليت دخل البيت فبيترعبوا وكل واحد منهم بيستخبف مكان وبعدها بيدخل كليت للقبو لكنه بيطلع منه من غير ما يشوفهم ووقتها بيجروا هما التلاتة علشان يخرجوا من البيت وبتقدر آنا وتيكر ان هما يخرجوا لكن كيسي بتسمع صوت كليت بيقرب منها فبتجري تستخبف الدور اللي فوق ووقتها بتشوف صورتهم وعمامتهم وهم صغيرين وبتكتشف وجود هيكل عظمي لابس فستان على السرير فبتجري مرعوبة برا الأوضة وفي نفس الوقت بيكون تيكر ركب العربية مع آنا وبعدها بلحظات بتقدر كيسي تخرج من البيت وبتركب معاهم العربية وفي الوقت ده بتدرم مي نار على عربيتهم لكنهم بيقدروا يهربوا منها وهنا بتقول مي لأخوها انها عرفت شكل البنت وده هيخليهم يوصلوا لها بسرعة وبعدها كيسي بتفهم آنا وتيكر انهم لازم يبلغوا الشرطة فبيعرفها تيكر انهم ما يقدروش يثقوا في حد لان البلدة كلها متورطة في الموضوع وده لانهم عارفين ان عيلة ما كان لي عيلة غريبة وان ممكن يكونوا هما لبيخطفوا البنات لكن الشرطة مش بتحقق معاهم ومحدش بيقرب منهم وبعدها بيسيبوها وبيروحوا لبيتهم وتاني يوم الصبح باباها بيكتشف وجود رصاصة في إزازة العربية الخلفي ولما بيسأل كيسي بيتفهموا انها ما تعرفش الرصاصة جات منين ولما بيتنرفز عليها صار بتطلب منه ان هو يهدأ وكيسي بتسيبهم وبتدخل للبيت وبعدها بيوصل النقيب فيني اللي لوكاس اتصل بيه ووقتها لوكاس بيوريه له طلقة الرصاص وبيعرفوا ان بنته مش عايزة تحكيله عن اللي حصل فبيفهموا انها ممكن تكون طلقة غلط من واحد من الصيادين وبيقولوا ان عندهم مشاكل كفاية في البلدة وان ده مجرد موضوع بسيط وبيطلب منه يشتري مسدس علشان يدفعوا بيه عن نفسهم وبيعرفوا انه هيبعاك له رقم واحد هيصلح له إزازة العربية وبعد كده بتتصل كيسي بصحبتها وبتحكيلها على اللي حصل فبتفهمها انها لازم تبلغ الشرطة لكن كيسي بتقولها انها خايفة على بابها وسارة علشان كده هتنسى الموضوع كله وبعدها بيروح لوكاس مع سارة علشان يشتروا حاجات ووقتها سارة بتروح للسوبر ماركت ولوكاس بيروح لمحل بيبيع سلاح علشان يشتري منه مسدس وفي نفس اليوم بالليل ميل بتفهم كليت انها عارفة الولد اللي كان مع البنتين وبتعرفوا انه اسمه تيكر وعايش مع جدته وبعدها بيجي اتصال لانا وهي في شغلها في محطة البنزين من تيكر وبيقول لها فيه انا اسف وبينهي المكالمة فبتتصل بيه تاني لكنه ما بيردش عليها ووقتها بتقف عربية قدام البنزينة ولما بتطلع انا تشوفها بتلاقي تيكر متكتف جوه العربية وعلى وشه اثار ضرب وبعدها مي اللي بتكون مستخبية تحت العربية بتجرح انا مشرط في رجلها فبتقى على الارض ولما بتستعيد هي وتيكر وعيهم بيلاقوا نفسهم في قبوة المكان لي وبيكونوا هما الاتنين متكلبشين ولما كليد بيسألهم عن البنت اللي كانت معاهم تيكر بيعترف لهم باسمها ومكان بيتها وبعدها مي بتجرحوا وكليد بيعتدي على انا وبعدها بيقتلوهم ووقتها كليد بيعرف اخته ان عيلة كيسي غنية ده غير انهم من المدينة فلو خلصوا عليهم هيجي اللي يدوروا عليهم وشرطة المدينة هتتدخل ووقتها ابن عمهم هيتدايق منهم بس برضو بتبقى مصر انهم يخلصوا عليهم بعد ما بنتهم عرفت سرهم وتاني يوم الصبح بيدفنهم كليد هما الاتنين وفي نفس الوقت بيكون لوكاس بيخبي المسدس اللي اشتراف قوضة نومه وبعدها بيكون باين على كيسي انها متدايقة ولما سارة بتحاول تعرف منها ايه اللي مدايقها بتتنرفز عليها وبتسيبها وبتخرج من البيت وبعدها بتدخل للغابة اللي قدام البيت ووقتها بتحس ان في حد بيرائبها فبتجري برا الغابة وهنا بنشوف كليد واخته هما ماشين وراها وبعدها بتتكلم كيسي مع باباها وبتفهمه ان نفسها انه يقرب منها ويحاول انه يعرف ايه اللي بيديقها ويبطل يتصرف في حياتها من غير ما يرجع لها زي ما بعدها عن صحابها ورجع للبلدة بتاعته من غير ما ياخد رأيها فبيفهمها انه عمل كده علشان مصلحتها وبيعرفها ان صحابها كانوا بيدروها وبيأكد لها انها لو فضلت في ديترويت اكيد كانت هتدخل السجن بسبب تغورها فبتقوله انها مخنوقة وبتطلب منه يسمح لها تاخد العربية علشان تروح تقابل صحابها الجداد فبيوافق وبيطلب منها انها تكون حذرة ووقتها بتروح للحانة وبيكون كليد بيرائبها وفي نفس الوقت بتكون صارة متضايقة جدا لانها لقيت المسدس في قضة نومها وبتسأل لوكاس عن السبب اللي خلاه يشتري مسدس فبيعرفها انه اشتريه علشان يحميهم بيه وبيفهمها انه بقى قلقان من المكان وخصوصا بعد الرقصاص اللي اتضربت على العربية بتاعتهم وبيفهمها ان كيسي محتاجة لحماية فبتعرفوا انه مش لازم دايما يخطط لكل حاجة وانهما كويسين جدا او مش محتاجين لوجود المسدس معاهم وبتطلب منه انه هو يخرج المسدس من البيت اما كيسي فبتفتكر وهي في الحانة لما كانت مع صاحبتها في مدرسة مهجورة وساعتها كانو زهقانين لان مفيش حاجة يعملوها وبعدها لما بيشوفوا عربية الشرطة يستخبوا وبعد كده بيدخل الضابط ويفتش المكان لكنه ما بيقدرش يلاقيهم فبيخرجوا هما الاتنين من المدرسة ولما بيلاقوا عربية الشرطة بتقدر كيسي انها تقنع صاحبتها ان هما ياخدوا العربية ويهربوا ولما بيطلع الضابط وبيشوفهم وهم راجبين عربيته بيطلب الدعم وبنرجع تاني لكيسي وهي في الحانة لما بيشوف النقيب فينيو هو بيتكلم مع صاحب الحانة وبعدها بيقرب منها ولما بيسألها انت بنت لوكاس فبتقول له ايوة وبعدها بيقول لها انه عارف انها كانت مع تيكر وانا مبارح وبيسألها بعد ما خرجتوا من الحانة روحتوا فين فبتعرفوا ان هما لفوا بالعربية شوية وبعدها كل واحد رجع بيته وهنا الضابط بيقول لها ان تيكر وانا مفقودين وبيديها الكرت بتاعه وبيطلب منها تكلمه لو عارفت طريقهم او احتاجت له في اي حاجة وفي نفس الوقت بيدخل لوكاس لقوضية النوم علشان ياخد المسدس ويتخلص منه وبعدها بيعرف سارة انه هيرجع المسدس للمحل اللي اشترى منه وقبل ما بيخرج بيسمع صوت حاجة خبطت في الباب وبعدها بيتفاجئ ان في قطة مدبوحة ومحطوطة قدام البيت والباب بيكون كله دم وهنا بيطلب من سارة انها متتحركش من مكانها وبعدها بتوصل كيسي للبيت ولما بتشوف اثار الدم اللي على الباب سارة مضروبة ومتكتفة فبتحاول انها تحررها وهنا سارة بتعرفها انهم لسه في البيت وفي اللحظة دي كليت بيهاجم كيسي وبعدها بينشوف ماي وهي مكتفة لوكاس وحطة طفاحة فوق راسه وبتطلب منه مايتحركش من مكانه لانها هتنشن على الطفاحة وبتفهمه انها بتعرف تنشن كويس وبعدها بتبعد عنه مسافة كبيرة وبتنشن عليه وبعدها بتضرب نار اما كيسي فبيكون كليت كتفها جنب سارة وبعدها بيعرفها انها تاخد جزائها على اللي عملته في بيته ولما سارة بتسألها على اللي حصل بتقول لها ان هي واتنين عرفتهم من الحانة دخلوا البيت كليت واخته وفي اللحظة دي بيحاول كليت يخنق كيسي وبعدها بيسيبها وبيعرفها انه هيروح يشوف اخته عملت ايه مع باباها ويرجع لها تاني ولما بيسيبهم كيسي بتعرف سارة بان هو واخته بيخطفوا بناته بيعذبوهم وبيصوروهم ووقتها سارة بتقول لها انها كن لازم تبلغ الشرطة فبتعرفها انها خافت عليهم وبعدها بتفتكر رقم النقيب فبتقوم من على الكرسي وبتتصل به وبتطلب منه المساعدة ولما بتسمع صوت كليت بيقرب عليهم بترجع لمكانها تاني وبعد كده بيوصل النقيب وبيتنرفز على كليت وبيفهموا انه هو اتفق معاهم انهم ما يقتلوش غير الهربانين او المشردين بس ومن هنا بنعرف ان فيني يبقى ابن عمهم وكليت بيقوله انه كان المفروض هو اللي يكون الزابط لان عمهم كان بيعتبروا اسكى واحد في العيلة فبيتجاهل فيني كلامه وبيطلو منه ان هو يركب معاها العربية لكنه بيرفض وبيهددوا انه عنده الشرايط اللي كان فيها معاهم بيعتدي على البنات اللي بيخطفوهم وهنا فيني بيضحك وبيعرفوا انه سرق الشرايط دي من زمان وبعدها بيرفع عليه السلاح فبتضربوا مي بالنار وبعدها كليت بيقطعوا بالبلطة بتاعته وفي نفس الوقت بيحاول لوكاس يحرر بنته وفي اللحظة دي بتدخل مي فبيهاجمها لوكاس وبتجري كيسي تجيب المسدس فبتطعن مي لوكاس بالسكينة فبيقع على الارض وهنا بتضربها كيسي بالنار فبتيجي تطلقى في درعها وبعدها بتهرب من الشباك وقبل ما سارى تهرب وراها مي بتمسكها وبتطعنها بالسكينة فبتقع على الارض وبعدها كليت بيكتف لوكاس تاني وبيطلعوا قدام النار اللي بيحرق فيها اجزاء جثة فيني اللي قطعها وبعدها بياخد منها وبياكل وبيعرف لوكاس ان الدور الجاي عليه اما مي فبتدخل للغابة دور على كيسي ووقتها كيسي بتهاجمها بالبلطة فبتقع على الارض وبعدها كيسي بتضربها تاني لحد ما بتموت وبعد كده بترجع لباباها وبتهدد كليت بالبندقية بتاعت اخته ووقتها باباها بيطلب منها ما تقتلوش لكنها بتضربه بالنار وبتقتله وبعد كده بتسند كيسي باباها لحد البيت وهناك بيقابلوا سارة اللي بتكون لسه عايشة فبينقلوها للمستشفى وبعد كام يوم بتطلع على كرسي متحرك وبعد كده بيسيبوا البلدة وبيرجعوا للمدينة وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القضي